موسيقى كانت الظلمة منتشرة في هذه المناطق كانوا بمارسوا عبادة الإلهة أرطميس أرطميس الأفسوسية طبعا لأن أرطميس إلهة اليونان هي إلهة الصيد أرطميس هنا هي إلهة الخصوبة بتشوف حاملة تاج على راسها ولها عدة أثداء وأيضا بنوا لها معبد كان يعتبر واحد من عجائب الدنيا السبع فعندما بشر بولوس في هذه المدينة وابتدأت الخصارة المادية إذ حرقوا الكتب السحرية والتعويذ وأيضا الصناع اللي كانوا يصنعوا التمثيل للناس ابتدأوا يصرخون عظيمة هي أرطميس الأفسوسية فكان هذا عامة روحي وهذا ظلمة رسالة يسوع المسيح هي رسالة النور نور للأمم وبيتنبأ عن المسيح في إشعية تسعة يقول الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور والرب يسوع قال أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة ثم قال للمؤمنين أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل فإذن المؤمن هو الذي ينير وهو الذي يضيء والمؤمن هو الذي اختبر إشراقة النور لأن الشيطان هو يعمى ويدمر الناس مكتوب الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله أول كلمة تكلم فيها الله في العهد القديم وقال الله ليكن نور في كورنتو ستاني أربعة ستة مكتوب لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه اشتركوا في القناة